عظيم من وكهة نظرك ماذا عن دور الشباب في تطوير إفريقيا بخلال مغادرات مختلفة؟ أعتقد أن الشباب هم قادة المستقبل وهم من سيلعبون دورا كبيرا في المستقبل وهذا أيضا في العصر الرقمي الذي نعيشه وهم من سيتولون القيام بالمجهودات المستقبلية ومن يكون لديهم الكثير من الإبداع والابتقار في المستقبل في المجتمع ومن يقدمون التكنولوجيا القادمة لمجتمعاتهم عظيم هل تعتقدين أننا نحتاج لأن يكون لدينا خريطة للشباب في إفريقيا وأيضا لعمل شيء للاستثمار هذه السروة عن الشباب أعتقد أن هناك مشروعات خاصة بالشباب وهذه المشروعات تضم الشباب وتقدم حلولا مختلفة ويجب أن يكون هناك أيضا حوار بين الأجيال المختلفة وهذا سيؤدي لإنفتاح قارة أفريقيا على العالم وبلورة الحلول المختلفة للمشكلات وأن يكون لنا قيادة وريادة في المستقبل وهذا من خلال عمل شبكات خاصة بالشباب في المستقبل حسناً أعلم أن كان لدي لقاء مع وزير الشباب والرياضة المصري ماذا عن هذا اللقاء وما تم هو الذي تم منقشته في هذا اللقاء مع الوزير كان هذا اللقاء هاماً جداً وكان هناك تحدثنا عن أمور مختلفة حول الشباب وكان لقاء ناجحاً جداً تحدثنا أيضاً عن الرياضة وتمنين أن يكون هناك مزيد من التعاون ومزيد من المبادرات وأيضاً تناولنا مبادرة عام المدينة الرياضية وعمل منصات مختلفة للشباب وكذلك الوجود التي يتم بدلها لتحقيق نوع من التعاون وقدر الذي يمكن أن تلعب وزارة الشباب والرياضة في هذا الصدد أتمنى أن أراك قريباً